يا صباح الخير يا نهواند وصباح الخير يا كريم وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان احنا هنا زي ما عودناكم من مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة نطلعكم على الأجواء وطبعا أبرز أخبار النادي وفرق المختلفة ولأن طبعا كرة القدم هي اللي بتستحوز على الاهتمام الأكبر لجمهور قناة النادي الأهلي وجمهور الأهلي بشكل عام خلينا نقول لكم أنه يمكن وحنا حاليا بيتم طبعا تجميع اللاعبين واستقناف تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بقيادة طبعا السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق كان الفريق طبعا عاد بعد أجازة طويلة منحها السويسري لللاعبين يوم الخميس الماضي بدأ المدير الفني لاستقناف تدريبات الفريق يمكن النهاردة زي ما قلت لكم هيستقنف طبعا التدريبات في الساعات الجارية على ملعب مختار التيتش مستر مارسيل كولر هيكون واقف على كل كبيرة وصغيرة تخص الفريق إن شاء الله في الساعات القادمة كمان خلينا نقول لكم اللي هيكون فيه طبعا جلسات مختلفة لمارسيل كولر وجهازه الفني ومنقشة العديد من الأمور بشأن طبعا الصفقات الجديدة بشأن الوقوف على حالة اللاعبين الأخيرهم طبعا خدعب فتاح اللي يمكن أصيبه طبعا بدأتمناله الشفاء وأيضا الوقوف على برنامج طبعا نجمنا أحمد عبدالقادر اللي هيكون إن شاء الله أنه هذا بيستقنف تأهيله البدني والفني في طبعا تدريبات اليوم كمان خلينا أقول لكم أنه يمكن مستر مارسيل كولر بيتابع بشكل جيد جدا كل اللاعبين مع منتخباتهم النادي الأهلي يعني بيتواجد منه ثمان لاعبين في المنتخب الأول لكرة القدم اللي طبعا بيأخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا في كوتف وار وإن شاء الله طبعا يعني بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا المصري في مباراته القادمة يوم الخميس المقبل كمان الثلاثي الأجنبي علي معلولو بارسيتاو والمالي إليوت يانج بارسيل كولر بيتابعهم بشكل جيد جدا مع منتخباتهم وهيتابع طبعا كل صغيرة وكبيرة تخص كل اللاعبين كمان خلينا أقول لكم أنه سام أبو علي إن شاء الله هيخود برنامج مكسف بدني وفني بشكل كبير جدا يعني اللحاق بمباراة شباب لزداد الجزائري إن شاء الله المقامة طبعا المؤجلة من الجولة الرابعة في دور المجموعات في دور أبطال أفريقيا إن شاء الله وسام أبو علي ممكن يكون جاهز يعني أنه يكون متواجد ضمن قائمة الفريق لخود المباراة المرتقبة والمهمة كمان خلينا أقول لكم أن النهاردة بيحمل يوم يعني وذكرى جميلة جدا لنجمنا محمود كهربا وزي النهاردة في عام 2020 سجل محمود كهربا أول أهدافه مع النادي الأهلي وكان بهدفين فيه شباك طنطة وتوالت طبعا يعني يمكن التقلق وتوالى التواجد الكبير وحسم البطولات لنجمنا محمود كهربا مع الفريق شارك طبعا محمود كهربا مع الفريق حتى الآن في 109 مباراة سجل خلالها 38 هدف وصانع 20 هدف ولزيل طبعا إن شاء الله محمود كهربا يعني بيقدم فنيات كبيرة جدا سواء طبعا مع النادي الأهلي وإن شاء الله نشوفه مع منتخب مصر ونشوف تقلق لجميع لعبي منتخب مصر وأيضا لعبي النادي الأهلي نروح بقى لأخبارنا ويمكن للعلاعاب الأخرى ونجمنا مصطفى عسل بيتوج بأول ألقابه فيه 20-24 بعد الفوز ببطولة فلوريدا طبعا يمكن في الساعات الأخيرة من مساء أمس بنبارك لنجمنا مصطفى عسل ونتمنى إن شاء الله التوفيق في البطولات القادمة كمان رجال وسيدات الأهلي للكرة الطائرة بيستعدوا لخوض تصفيات مع منتخب مصر لطبعا خوض بطولة دورة الألعاب الإفريقية المقامة إن شاء الله في غانا ويمكن التصفيات بتقام في مصر ولكن البطولة إن شاء الله هتقام في غانا كل التوفيق لنجمنا من النادي الأهلي المتواجدين في المنتخبات المختلفة آخر خبر معنا هيكون عن شباب سلة الأهلي 18 سنة وبنبارك لهم على فوزهم على المصرية الاتصالات في بطولة منطقة القاهرة أمس طبعا كل التوفيق لكل نجوم النادي الأهلي في جميع الفرق المختلفة وكمية البطولات المختلفة وأيضا مع المنتخبات الوطنية شكرا لكم ودي كانت آخر أخبارنا أو كل أخبارنا من داخل النادي الأهلي في الجزيرة شكرا لكم جدا وعودة مرة أخرى إلى الستوديو شكرا لكم